موضوع القصة هنشوف دلوقتي معنا انت عندك هاتف ذاكي او عندك كمبيوتر او لاب اول حاجه هتعملها هتدقل على جوجل او اي موقع للبحث وهنكتب هاو ياولاد شايفين الصفحه بالزبط هاي هنكتب العنوان الالكتروني ده اللي ظهر قدامنا على الشاشة او ممكن نكتب كلمة ادمودو طيب الادمودو ده عبارة عن ايه ياولاد لازم نفهم كلمة ادمودو معناها ايه علشان في بعض انا بقولش كل الطلاب بقول بعض الطلاب لسه مفهماش يعني ادمودو ادمودو ده ياولاد موقع للتواصل الاجتماعي التعليمي احنا كلنا بنستخدم مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والحاجات دي كلها وحافظينا كويس جدا جدا مفيش طالب في جمهورة مصر العربية بيعرفش مواقع التواصل الاجتماعي دي اللي احنا كلنا بنستخدمها الكبار والصغار الموقع ده هو موقع للتواصل الاجتماعي التعليمي يعني ايه؟ يعني هقول لحضرتك دلوقتي ان ادمودو ده اساسا فكرته خرجت من الولايات المتحدة الامريكية من احدى المدارس في مدينة شيكاغو الفنيين القائمين على احدى هذه المدارس حبوا يشوفوا وسيلة للتواصل الاجتماعي داخل المدرسة هم عارفين ان الطلبة بتتواصل خارج المدرسة بالمواقع العادية بتاعتنا الفيسبوك وتويتر والحاجات دي كلها فحبوا يبتكروا موقع تعليمي موقع اجتماعي تعليمي يسمح للطلاب ان هم يتواصلوا اثناء الدراسة او اثناء اليوم الدراسي تمام؟ ففي اتنين اللي هو جيف اوهارو ونيك بورغ بدأوا يصمموا موقع للتواصل الاجتماعي التعليمي الموقع ده يا ولاد سموه ادمودو الموقع ده خلي بالكم في شكله العام وفي الوجهة بتاعته ما يختلفش عن الفيسبوك كتير يعني انت لو انت هتعمل حساب في الموقع ده هتلاقيه في شبه من الفيسبوك كده مش هتلاقيه صعب عليك او استخدامه بالعكس سهل جدا 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 يبقى اذا موقع ادمودو ده موقع للتواصل الاجتماعي التعليمي طب الموقع ده ايه مزاياه؟ مزاياه اولاد انه ما بيسمحش غير للطلبة والمعلمين واولياء الامور فقط بالتواصل الاجتماعي داخل الموقع ده مش هتلاقي اي حد خارج هذه المنظومة التعليمية اطلاقا ودميزة كبيرة جدا جدا الموقع ده من خلاله يا اولاد بيتفاعل الطلاب مع المعلمين بيتفاعل الطالب مع زميله المعلمين مع بعضهم سواء داخل المدرسة او بين المدارس التانية ايضا ولي الامر يقدر من خلال الموقع ده انه تابع ابنه مستوى تقدمه فطبعا الموقع ده مفيد جدا بالنسبة للطالب بالنسبة للمعلم بالنسبة الولي الامر طيب ابحث تاني اعداد يا اولاد طبعا هنكتبها دلوقتي هنكتب الابحث الاول وبعد كنكمل اول بحث بتكلم عن الزيادة السكانية والامن الغذائي دي لسه الابحث دي جاية يا اولاد من الوزارة حاليا البحث التاني البيئة البحث التاني بتكلم عن البيئة يبقى تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية دول الثلاث ابحث يا اولاد اللي وصلونا دلوقتي ناعد الورقة بس شوية كده دلوقتي يا اولاد الثلاث ابحث دول هما اللي قلنا حالم من الوزارة اعلنت وزارة التربية والتعليم يا اولاد موضوعات البحث بالنسبة لتالت اعدادي الموضوع الاول الزيادة السكانية والامن الغذائي الدرس التاني البيئة الدرس التالت او الموضوع التالت تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية دول موضوعات البحث اللي هو نزلتهم الوزارة للصف الثاني الاعدادي وهنشوف كمان شوية الموضوعات دي نرجع لموضوعنا وهو موضوع موقع التواصل لاجتماع التعليم ادمودو الموقع ده يا أولاد بيتيح للطالب وليه الأمر المعلم تبادل الأراء والأفكار بصورة بسيطة جدا ومتاحة طيب يا ترى أنا كطالب هل التسجيل في الموقع ده صعب جدا لا التسجيل سهل جدا يا أولاد التسجيل أنك تعمل أكونت أو حساب على الموقع ده سهل جدا جدا من أبسط ما يكون طيب هشوف معاكو دلوقتي خطوة خطوة وبالصور إزاي نعمل موقع على المنصة التعليمية إدمودو هنفتح أي موقع يا أولاد للبحث وليكن جوجل كده زي ما احنا هيظهر قدامنا على الشاشة دلوقتي وهنكتب العلوان الإلكتروني ده أو ممكن نكتب كلمة إدمودو هتظهر لينا يا أولاد هذا العلوان الإلكتروني هون هتظهر لنا بس في سؤال دلوقتي جلنا قبل الحلقة معلش هنوضحه إزاي نجيب الأكواد الأول هنشرح لكم طريقة الأكواد الأول هندخل برضو على صفحة جوجل هناخد من الأول خالص قد صفحة جوجل هنكتب العلوان الإلكتروني ده وهندخل على جوجل يا أولاد أعتقل العلوان الواضح قدامكم على الشاشة قدرت نكتبه يا أولاد العلوان ده هيدخلني على صفحة زي كده علشان أقدر أجيب منها الكود طبعا الكود ده مهم مهم جدا من غير الكود ده ما ينفعش أساسا تدخل على موقع إدمودو لازم الكود ده يبقى معاك وزارة التربية والتعليم أعلنت إن الحساب بتاعك لازم يتضمن الكود طب إزاي أجيب الكود ده سهل جدا الرقم القومي بتاعي أكتب الرقم القومي طب واحد تسألني أنا لسه ما طلعتش بطاقة هو أنا معايا رقم قومي أنا بقول بعض الطلاب مش كله الرقم القومي يا حبيبي هو الرقم اللي موجود في شات الميلاد أعلى شات الميلاد هو الرقم القومي بتاع حضرتك تجي تكتب الرقم القومي هنا يا أولادة هون تحتي تاريخ ميلاد حضرتك بعد كده محافظة الميلاد بعد كده النوع زكر أو أنسى طب إيه الخطوة اللي بعد كده خلاص أنا عملت النموذج ده كتبت الرقم القومي كتبت تاريخ الميلاد كتبت محافظة الميلاد كتبت النوع أعمل تسجيل دخول يبقى أول حاجة رقم القومي تاريخ الميلاد محافظة الميلاد النوع هعمل تسجيل دخول بعد ما أعمل تسجيل دخول هيدخلني على الصفحة دي هلاقي اسم الطالب وليكن أحمد مثلا معلش احنا خافين البيانات يا أولاد عشان ده أكونت حقيقي اسم الطالب أهو هيظهر لك الرقم القومي برضو هيظهر لك مرة تانية وهيديك الكود يبقى أول حاجة هتظهر لك اسم الطالب تانية حاجة هتظهر لك الرقم القومي تالت حاجة هتظهر لك كود الطالب آخر حاجة هتظهر لك اسم المدرسة اللي حضرتك ملتحق بيها إيه اللي يهمني في الموضوع ده كله الكود أهو كود الطالب الكود يا أولاد لازم تسجيله عندك في ورقة ليه أنا هستخدمه دلوقتي يبقى جميع الطلبة مطالبين بأنهم يعرفوا الكود بتاعهم من خلال الموقع اللي أنا قلتلكه عليه من خلال الرقم القومي بتاعك هتوصل للكود الكود ده هتحتفظ بيه وهتكتبه في ورقة عندك تمام؟ لأنك هتستخدمه بعد كده في حاجات كتير جدا تمام؟ يبقى أنا كده معايا الكود بتاع الطالب عرفت الكود بتاعي أحتفظ بيه أعمل إيه بعد كده؟ علشان أسجل على موقع إدمودو أدخل على صفحة البحث واكتب كلمة إدمودو أو أكتب العنوان الإلكتروني اللي يصير قدامكم على الشاشة هون أهو يا أولاد أو ممكن أكتب كلمة إدمودو طبعا يا أولاد في صفحات بتبقى بالعربي في صفحات بالإنجليش تمام؟ هدخل على الصفحة دي يا أولاد هتظهر لي صفحة زي كده هختار منها الطالب في عندك في عندك ستديونت في كذا اختيار أولي أم هختار صفحة الطالب كلمة طالب لأن أنا هسجل كطالب أختار طالب هتطلع لي صفحة زي كده بالزبط يا أولاد هشوف صفحة زي كده قدامي بالزبط طب هأعمل إيه؟ أبتدي أدخل جوه الصفحة دي علشان أعمل أكونت خاص بي أعمل حساب خاص بي تمام؟ دخلت جوه الصفحة دي ها هبدأ بكلمة إبدأ كده أو إدمودو هتدخلني على صفحة تانية هختار من هنا فيه عندي كلمة لوج إن وعندي كلمة ساين أب هدخل على كلمة ساين أب أو اختيار ساين أب تمام؟ طب الاختيار الأول ده هستخدمه لما يكون أنا خلاص عملت الحساب وجايدخل تاني مرة إنما هدخل على ساين أب على طول تسجيل دخول هتظهر لصفحة زي دي بالزبط يا أولاد خلي بالكم معايا الصفحة دي فيها مجموعة من المتطلبات أولا فلستينام اسمك الأول أحمد مثلا لاستينام رمز الصف دي يا حبيبي class good موجود مع معلم المدرسة كل معلم المدرسة ليه كود أو ليه فصل يعني مدرس الدراسات يا أولاد ليه فصل على الموقع ده مدرس العلوم مدرس الرياضيات مدرس الإنجلش مدرس اللغة العربية كل مادة من دول ليها كود الكود موجود مع مين؟ مع المدرس أو مع إدارة المدرسة طب انا اعرفه ازاي حضرتك تروح ادارة المدرسة او تتصل تليفونيا بالمدرسة وهيبلغوك بالاكواد بتاعت الفصول طيب خلاص اعرفت الكود بتاعي كلاس كود ماشي اليوزر نيم اليوزر نيم ده هو اسم المستخدم هنشوف دلوقتي هنكتبه ازاي عندي بعد كده اللي هو ايميل دي اوبشنال يعني ده الخانه دي اختيارية يا ولاد ممكن تعملها وممكن لا بعد كده هتكتب الباسورد وبعد كده هتسجل دخول مجاني تسجيل دخول مجاني خلي بالكم معايا هنا مثلا احنا الاسم الاول احمد الاسم التاني محمد اسم الجد او ممكن تكتب اسمك باقي اسمك هنا عادي طب ليه نكتب باقي اسمنا علشان المدرس يعرف يميز بين الطلاب لان في اسمها متشابهة الكود ده اهو هو رمز الفصل او كود الفصل ده اخده من فين ده اخده من المدرس مدرس الفصل او ادارة المدرسه هتديني الكود ده الكود بتاع مده معينه اه ده بالنسبالي انا الكود بتاع الدراسات دلوقتي ممكن تدخل كود العلوم او الانجليش او اللغة العربية اي كود وخلاص يبقى كده هنجيب الكود ده من ادارة المدرسه ادارة المدرسه هتديك اكواد المواد كلها علشان هتلتحق بكل الفصول طيب انا كتبت كده رمز الفصل اكتب بعد كده اليوزر نيم اسم المستخدم ده عبارة عن ايه بص ياولاد ممكن اسم المستخدم ده ابدأ بتلت حروف م او اي لازم بالانجليش طبعا طبعا كود الفصل ده بالانجليش عبارة عن حروف وارقام في الغالب بيبقى ستة ارقام وحروف اكتبوا ازاي اليوزر نيم او اسم المستخدم ده طبعا احنا تمسين هنا البيانات ياولاد لان ده طبعا مفاعل اسم المستخدم اليوزر نيم اكتبوا ازاي اليوزر نيم او اسم المستخدم استخدم اول ثلاث حروف م او اي وبعد كده الكود بتاعي الي انا خدته من شوية انا من شوية ياولاد علمتكم ازاي تاخدوا الكود الي احنا كتبناه هنضيف قبليه حرف م او اي وبعد كده الكود في واحد تاني ممكن يختار اول ثلاث حروف من اسمه مفيش مشكلة عادة في واحد تاني ممكن يكتب اسمه بالانجليش بس مش بالعربي كل ده هو اسم المستخدم يعني اسم مستخدم في ابسط صورة ليه م او اي وهنكمل بقى الكود او اول ثلاث حروف من اسم حضرتك وهنكمل الكود طيب خلصنا الخطوة دي هنجي الخطوة اللي بعد كده اللي هي ايميل اوبشنال دي خطوة اختيارية ممكن تعملها حضرتك وممكن لا تمام ممكن تعملها وممكن لا براحتك مش هتفرق دلوقتي الخطوة التالتة اللي هي الباسورد والباسورد ده ياولاد لازم ولي الامر بنفسه يشرف عليه ولازم تسجله بكل دقة في ورقة خارجية او في اجندة خارجية لانك ده من غيره مش هتعرف تدخل تاني لحسابك الباسورد ده يسجل بكل دقة ياولاد ويكون سهل لاستخدام ما جيبش حاجات معادة بس يجيب حاجات متنوعة ليه لان ولي الامر او الطالب هيستخدم هذا الرقم السري او الباسورد ده في دخول الموقع خلاص كده كتبت اسمي وكتبت اسمي قلتي وكتبت رمز الفصل او كود الفصل اللي هاخده من المدرسة او المعلم كتبت كمان اسمي مستخدم كتبت كمان الرقم السري واخترته وسجلت الحاجات دي كلها في ورقة خارجية او في اجندة خارجية خلاص اعمل بقى sign up for free تسجيل دخول مجاني اهو اعملت تسجيل دخول مجاني هتظهر لي صفحه زي كده بالشكل ده الصفحه دي ممكن اكتب البيانات اللي فيها وممكن اتخطاها الصفحه دي بتقول ايه هترجع على الشاشه دلوقت الصفحه معنا ياولاد بيقولك انتر يور بيرانس موبايل نمبر سجل رقم والدك او الوالدين الابا والام او انتر يور بيرانس ايميل ادرس العنوان البريدي او الايميل او الايميل الخاص بمين باحدى الوالدين طبعا حضرتك ممكن يكون والدك ما عندوش ايميل فهتعمل على طول skip يعني تخطي هتدوس هنا ياولاد هتعمل skip تخطي الخطوه دي مش مهمه مش ملزمه ليك ممكن تعملها وممكن لا تمام فخلاص انا هعمل تخطي بعد ما هعمل تخطي هتظهر لي بقى صفحه التواصل الاجتماعي التعليمي ادموده بالشكل ده هنلاقي الصفحه تقريبا ياولاد بالطريقه دي هنا هنلاقي اسمي مستخدم من فوق اسمك مثلا احمد محمد هتلاقي بقى الفصل اللي اتحقتي بيه هنا طبعا الفصل اللي موجود هو فصل الدراسات الاجتماعية لان انا سجلت الدراسات بس ياولاد قادي فصل الدراسات الاجتماعية اللي انا دخلت بيه من خلال الكود اللي تدوني مدارس الفصل طب انا عايز ادخل على الفصل تاني هتلاقي فيه ايكون هنا يدخلك او يقولك لو عاوز تلتحق بمجموعة تانية او فصل دراسي تاني هتدوس عليه كده هتظهر لك مربع هتكتب الكود بتاع العلوم وتعمل موافق يبقى انت دخلت فصل العلوم هترجع تاني من نفس الايكون ده وهتدوس على الايكون ده هيطلعك على او هيديك مربع برضو تاني ويقولك يعني دخل كود فصل تاني هتدخل كود الرياضة اللي انت حضرتك خدته من مدارس رياضيات وهتدوس موافق خلاص التحقت فصل الرياضة هكرر نفس الحركة مع الانجليش ومع اللغة العربية يبقى انا هلاقي نفسي كده دخلت الخمس فصول الفصول الافتراضية اللي عاملهم ادارة المدرسة تمام على موقع الادمودو الادمودو شكل بالظبط يا ولاة زي الفيسبوك يعني انت لما يحصل تفاعل بينك وبين زميلك وبينك وبين المعلمين هتلاقي البوستات نفسها فيها لايك فيها كومنتات فيها شير فيها كل حاجة زي الفيسبوك بالظبط مش صعبة طب ازاي ارفع البحث بتاعي بعد ما اعمله ارفعه ازاي تمام او احمله ازاي طبعا يا ولاد البحث بعد ما حاضرتك هتعمله هتكتبه اه على الكمبيوتر بالورد او بالصيغة البي دي اف هيبقى موجود على سطح المكتب في ايكون هنا يا ولاد هتدوس عليها اسمها تحميل مرفقات او ارفاق صور وملفات هتدوس عليها هتجيب لك سطح المكتب هتحمل الملف اللي انت عاوزه وهتدي فرصة للتحميل يبقى خلاص كده البحث بتاع حضرتك وصل الوزارة والوزارة هتتولى تقييم هذا البحث يعني ايه تقييم لهذا البحث ده يعني فيه درجات لا مقبول او غير مقبول بس ان شاء الله طبعا كلنا ان شاء الله هنتقبل لان احنا هنعمل البحث بطريقة علمية فكرة جميلة جدا وجديدة يا ولاد طالب يبحث بنفسه يقدر يجيب المعلومات ويجمع المعلومات ويعمل بحث متكامل من الخمس مواد دي بالنسبة لصفحة التواصل الاجتماعي التعليمي ادموده تمام طيب واحد يقول لي طيب ممكن اي حد تاني يشيرك في الصفحة دي لا يا حبيبي الصفحة دي معمولة للطلاب والمعلمين واولياء الامور ممكن ولي الامر من خلال كود معين حضرتك تدي الباباك او ويتابع حضرتك تابع درجاتك مستواك التعليمي هيبقى سهل جدا جدا من خلال الموقع ده التواصل بين وليه الامر والمعلم بين المعلم والطالب ده انت ممكن تتواصل كمان مع طلاب المدارس الاخرى بصراحة يا ولاد دي تقنية جديدة جدا جدا وسهلة جدا جدا انا عارف اني جميع يعني انا مش عاوز اقول جميع عشان محدش يقولك لا ده فيه ناس بتستخدمش لا جميع طلاب مصر بارعين في التكنولوجيا تمام؟ ممكن الولد بيبقى في تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي بتلاقيه بيفهم في التكنولوجيا اكبر يعني احسن من الناس الكبيرة تمام؟ الولد بيمسك التابلت او بيمسك الموبايل بتاعه تمام؟ بيشتغل عليه باحتراف ليه؟ مع الخبرة يمكن الكبار عندهم التقنيات دي اقل شوية اذا يا ولاد الموقع دي سهل جدا وبسيط وجميل جدا وواضح طب انا اعمل ازاي البحث بتاعي؟ البحث بتاعي احمله في الخمس مواد متكملين دراسات انجليزي عربي رياضيات علوم طيب البحث ده هكتبه انا بصيغة البي دي اف او الورد على الكمبيوتر بتاعي وحطه على سطح المكتب تمام؟ وهرفعه زي ما قلتلكه او هحمله بالطريقة اللي قلتلكه عليها على الموقع ده طيب افرض انا ما عندش كمبيوتر او عندي تليفون او هاتف زكي هعمل ايه؟ احاول اكتبه على الكمبيوتر عند اي حد تمام؟ من جراننا بصيغة البي دي اف او الورد او ممكن اكتبه يا ولاد على التليفون لو انت ما عندكش قدره ان تكتبه على التليفون ممكن تكتبه على الكمبيوتر تمام؟ وتحمله واحد يقول لي طيب انا ما عندش غير باقة يعني واحد ما عندهش واي فاي في البيت عنده باقة بس على التليفون هيعمل ايه؟ ممكن يكتبه على الكمبيوتر وينقله على التليفون ويعمله تحميل من خلال التليفون بتاعه سهله جدا يبقى كده الطالب اللي معاه هاتف زكي او معاه كمبيوتر او لاب او ايباد او تابلت بسهولة هيعمل الموضوع ده طب انا معايش خالص انا طالب بقى لمعايا لابتوب ولا معايا كمبيوتر ولا معايا هاتف زكي اعمل ايه؟ خلاص انا ما ليش نصيب؟ لا الوزارة يا حبيبي قارتلك لو انت لا تملك اي حاجة من هذه الاجهزة الزكية اكتب البحث بتاع حضرتك على ورق فولوسكاب ورق فولوسكاب ابيض هاتف خمسة جنيه ورق فولوسكاب ولا بثلاثة جنيه اهو ورق فولوسكاب وابتدي حضرتك اكتب البحث ده من خلال كتاب المدرسة هتقول لي طب يا مستر انت حضرت ده دول هيدخلوا على المكتبة الالكترونية اللي معاهم اجهزة وهيدخلوا مش عارفة على المواقع وياخدوا لا انت ممكن حضرتك مصرح ليك انك انت تستخدم كتاب المدرسة مصرح ليك انك انت تستخدم اي كتاب عندك في البيت بتاع بابا بتاع ماما تستعيد كتب من قريبك بحس نكمل البحث بتاعي تمام يبقى مفيش حجة بقى انا معاك تاب المدرسة هعمل من خلال البحث او الكتب المتوافقة فولوسكاب اول حاجة عنوان البحث ما ينفعش ان انا اعمل بحث مغير مكتب عنوانه ازاي يعني العنوان هو الاساس اكتب عنوان البحث بتاعي بحث مثلا عن الزيادة السكانية والامن الغذائي ده عنوان البحث اللي حددته الوزارة واللي لسه وصل لنا دلوقتي عنوان البحث مثلا عن البيئة عنوان البحث تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية تمام يبقى عنوان البحث خلاص معروف تاني حاجة هكتبها كود الطالب او الطلالب لو انا هعمله الوحدية هكتب الكود بتاعي لو انا مجموعة من خمسة هكتب الخمس اكواد واحد يقول لي طب يا مستر ما اكتب اسمه خلاص اسهل لا يا حبيبي ممنوع تكتب اسمك على البحث تكتب كود الطالب او لو انتو مجموعة من الطلاب اشتركتو في البحث تكتب انتو الخمسة الاكواد بتاعتكو على البحث طيب الخطوة التالتة هعمل مقدمة للبحث مقدمة عن الموضوع موضوع مثلا الزيادة السكانية والامن الغذائي هكتب مقدمة عن الموضوع ده مقدمة عن البيئة تمام بعد ما كتبت المقدمة متن البحث يعني هكتب العناصر هبتدى اتكلم في عناصر البحث اللي انا جمعتها العناصر اللي انا جمعتها هبتدى اكتبها ده متن البحث او موضوع البحث طبعا خلي بالكو ياولاد الموضوع بتاع البحث لازم يبقى متفق تماما مع عنوان البحث يعني مااخدش بحث بيتعلق بالزيادة السكانية والامن الغذائي واروح اكتب في حاجة تانية لازم يبقى عنوان البحث متطابق مع موضوع البحث خمسة النتائج او الملاحظات انا من خلال البحث ده النتائج اللي توصلتها او ايه الملاحظات اللي انا شفتها ده برضو هتكتب اخر حاجة ياولاد هكتب المراجع او المصادر المراجع اللي استخدمتها ايه او المصادر ايه ايه مصدري فيه ناس بتكتب كتب فيه ناس بتكتب الكتاب المدرسي فيه ناس تكتب كتب اخرى متوفرة عندها فيه ناس بتكتب مثل مكتبة الالكترونية تمام؟ فيه كذا مصدر ده بالنسبة لإطار المشروع البحثي كود الطالب عنوان البحث متن البحث مقدمة البحث النتائج يبقى اول حاجة عنوان البحث تانية حاجة كود الطالب بالترتيب عنوان البحث كود الطالب مقدمة البحث متن البحث النتائج او الملاحظات المراجع او المصادر ده شكل البحث بتاعي اللي انا هكتبه سواء كتبته على الكمبيوتر بصيغة البيذي اف او بصيغة الورد او كتبته على ايدي بخط الايد في ورق فلوسكاب يا ترى انا مشروع ده ازاي هجمع معلوماتي مهمة جدا حتى دي عندك المكتبة الالكترونية مكتبة الرقمية هنكتب العنوان الالكتروني بتاعه study.ekb.eg بعنوان المكتبة الالكترونية تكتبه على اي موقع او اي يعني مصدر للبحث تمام هتكتب الموقع ده study.ekb.eg هيدخلك على المكتبة الالكترونية وهنشوف دلوقت المكتبة الالكترونية مع بعضين شكلها عامل ازاي في مصدر تاني المشروع اه طبعا قنوات مصر التعليمية يا جماعة قناة مصر التعليمية القناة التانية دي معمولة خصيصة ليكم ليه علشان توصل لكم المعلومات تجيكم معلومات عن المواد العلمية طبعا ان شاء الله القناة دي هيبقى لها دول كبير جدا جدا في مستقبل بالنسبة لطلبة التعليم الاساسي لحد الصف الثالث الاعداد لان احنا عارفين فيه قناة تانية للتعليم السنوي الفني قناة التعليمية الاولى للتعليم السنوي الفني دي القناة التعليمية التانية اللي عملتها وزارة التربية والتعليم مشكورة بطبعا التعاون مع وزارة الاعلام طبعا باوامر عليا من السيد الرئيس اللي مهتم بالتعليم بقضية التعليم يا جماعة القناة التعليمية دي من خلالها احنا هنقول لكم شكل البحث يبقى ازاي موضوعات البحث نتكلم في ايه وهنديكم نمازج كتير جدا سرية سواء انا او زماني اللي معايا في القناة في كل المواد طبعا بكلمش عن الدراسات بس خلاص المصدر التالت كتاب المدرسة بتاعتني اعدادي اهو كتاب المدرسة برضو من المصادر المهمة ل مشروع البحث ايه تاني عندي كمان يا ولاد مجموعة الكتب اللي متوفرة ليا سواء كتب عند بابا او ماما او كتب ينا الشخصية اللي انا كنت بشتريها من معرض الكتاب او اي مكان تاني كتب عند خالي عند عمي استعرها واعمل منها البحث دي يا ولاد مصادر مشروع البحثي المصادر معروفة لنا كلنا طب خلينا نتكلم شوية عن المكتبة الالكترونية هندخلها ازاي من خلال الموقع ده يا ولاد اهو اللي يزر قدامنا على الشاشة الخط الكبير وواضح يا ولاد اهو المكتبة الالكترونية study.ekb.eg تمام؟ هكتب العنوان ده و هدخل على المكتبة الالكترونية يا ولاد ده المكتبة الالكترونية يا ولاد هلاقيها زاخرة مليئة بكل المجالات مجالات العلم والمعرفة ده بازاي ادخل المكتبة الالكترونية دي طبعا يا ولاد اول حاجة هعملها هدخل طبعا هعمل سيرش على الموقع ده و هدخل هلاقي ادي المكتبة الرقمية هي على الصفحة دي اهي مكتوب كده المكتبة الرقمية اي كي بي هدخل على الصفحة دي هتظهر لي صفحة بالشكل ده هبدأ فيها هضغط على كلمة زاكر الآن طب تغطي على الصفحة دي هتظهر لي بقى المواد العلمية اللي عند اللي أنا بدرسها هتلاقي كل المواد لجميع المراحل طبعا أنا دلوقتي مدرس دراسات فهتكلم عن الدراسات اختار الدراسات الاجتماعية من خلال الدراسات الاجتماعية انا هدور على الكلمة او هكتب الكلمة اللي أنا محتاج اعمل بحس فيها او الجملة اللي محتاج اكتب بحس فيها وهتظهر لي كل المعلومات سواء فيديوهات او مصادر معرفة اخرى دست على الدراسات الاجتماعية هلاقي الصفحة دي على طول عندك دراسات الاجتماعية طبعا بتدرس من الصف الرابع الابتدائي هلاقي الصف الرابع الابتدائي الصف الخامس السادس الاول اعدادي والثاني والثالث طبعا نفسي أنا تاني اعدادي يبقى انا هضغط على الصف الثاني الاعدادي تمام دغط على الصف الثاني الاعدادي هتظهر لي الصفحة دي فيه فوق كده يا أولاد مكتوب البحث في الموقع انا عايز ابحث عن موضوع معين في الجغرافيا عن الزيادة السكانية عن البيئة اروح ضغط يا ولادي هنا اهو او اكتب هنا اكتب هنا في السيرش في البحث اكتب مثلا الزراعة في الوطن العربي اهو اهو هنا تمام بعد كده اضغط على بحث هتظهر للصفحة دي يا ولادي وهتديني موضوعات متعددة كذا موضوع قدامي ادخل وافهم الموضوع واسمع كويس هلاقي كذا موضوع بتتلم عن الزراعة في الوطن العربي تمام دي يا ولادي مصادر البحث بتاعتي لو انا معايا تليفون زكي او معايا جهاز لابتوب او كمبيوتر او الحاجات دي طب انا مش معايا خلاص قعد بقى ما عملش بقى لا يا حبيبي تشتغل تشتغل من كتاب المدرسة من الكتب المتاحة لك دي يا ولادي